مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب نتخيل مع حضراتكم أن واحد كتب كتاب هذه الأيام لكي ما ينكر فيه وقوع الحرب العالمية الثانية وكتب في الكتاب أن ألمانيا لم تهزم واليابان لم تهزم وأن مدينة برلين لم تحطم وأن ما فيش حاجة اسمها كنبلة زرية وقعت على هيروشيما أو نجازاجي وبيحاول أنه ينفي تاريخية أحداث حقيقية وقعت من أكتر من سبعين سنة أول لما نقرأ هذا الكتاب هنقول عن كاتبه إيه يا إما إنه كذا يا إما إنه كذا هنشوف البرهين اللي مقدمها هنكتشف إنه مش مقدم أي برهين لكن كل اللي بيعمله إنه بيطعن فيه البرهين التاريخية اللي موجودة يعني أي فيلم الدوكيومنتري متصور عن الحرب العالمية التانية من واقع المعارك يعني مش معمول عن المعارك لأ ده متصور من واقع المعارك بيتعن فيه يقول لك ده كله فوتوشوب ده كله خداعة أي كتب مكتوبة عن الحرب العالمية التانية أقول لك لأ دول مش مؤرخين دول كتبوها بدوافع مختلفة ده بالزبط اللي بيعمله الدكتور منقز السقار عجز عن تقديم برهان واحد كرآني إسلامي ينفي من خلاله ويؤكد من خلاله ما يقول الكرآن على أن المسيح لم يصلب فيعمل إيه؟ يروح للبرهين التاريخية ويطعن في البرهين التاريخية راح للكتاب المعدس ويطعن فيه تفاصيل كثيرة جدا زكرة عن صلب المسيح زي ما هو ألها بلسانه في أصحاحات مطولة بتفاصيل كثيرة الأنجيل غطت هذا الموضوع كويس؟ فيروح يطعن فيه وبعدين إيه؟ ما ينفعش فيقول لك لأطعن فيه التاريخ هو فيه ناس كتبت عن المسيح المسلوب؟ هو فيه ناس كتبت عن هذا الحدث بصورة أو بأخرى؟ هل فيه مؤرخين يونان ورومان؟ هل فيه مؤرخين يهود؟ فيطعن فيه الكتابات والوثائق الغير مسيحية اللي تكلمت عن الصليب وموت المسيح عش كده حلقتنا النهاردة هي بعنوان منكز السقار يطعن في التاريخ لنصرة الإسلام هو ليس عنده أي هدف إلا نصرة الإسلام حتى لو سوري بالكذب حتى لو أنه يطعن فيه تاريخ حقيقي وسجلات حقيقية هيطعن فيه مصداقيتها لسبب واحد لنصرة الإسلام ده كل الهدف اللي من أجله يعني بيفعل ما يفعله دكتور مونكز السقار سواء بمنطق أو بغير منطق لكنه هو بيطعن في صلب المسيح وموت المسيح لكي ما ينصر رواية إسلامية يتيمة آية يتيمة لم تقدم دليلاً واحداً على أن المسيح لم يصلب ولم يمت الأسبوع اللي فات بدأنا جزء في كتاب الدكتور مونكز السقار الذي بعنوان هل افتدان المسيح على صليب ودي الحلقة رقم عشرة في ردي على هذا الكتاب وكان بيقول هو في عنوان ابطال وقوع صلب المسيح بالدليل التاريخي لما أنت تسمع عنوان زي كده ابطال وقوع صلب المسيح بالدليل التاريخي نفهم إيه؟ نفهم إنه هيقدم لنا أدلة تاريخية نفهم إنه هيقدم لنا وثائق معروفة بتطعن في صلب المسيح نفهم إنه هيقدم لنا أدلة يعني لا حسرة لها من الوثائق التاريخية لكنه زيرو لم يقدم شيئاً وحكمل اللي إحنا كنا بدأناه الحلقة اللي فاتت من الجزء ده فيه اقتباسات مضحكة جداً بل عجيبة جداً ويمكن ما جايش كانش عندنا الوقت إن إحنا ناخد الجزء الأخير من الحلقة اللي فاتت كاننا بتكلم على اقتباس هو جايبه من كاتب كويس؟ هذا الاقتباس بيقول لنا الدكتور منقز في صفحة رقم أيوة صفحة رقم 24 25 صورة صفحة رقم 25 كويس؟ يقول لنا الدكتور منقز إيه؟ ويقول ملمن في كتابه تاريخ الديانة النصرية النصرانية قلت لو حضراتكم خدتوا الكتاب العنوان ده وترجمته مش هتجدوا عنوان بهذا الكتاب بهذا العنوان مافيش كتاب اسمه تاريخ الديانة النصرانية خالص حتى الترجمة بيغش فيها وبيغير فيها كويس؟ مافيش كتاب باسم تاريخ الديانة النصرانية كاتبه ملمن كويس؟ لكن أنا هوريكو الكتاب فيما بعد حاضر بيقول إنه ملمن بقى بيقول وخلي بالكو هي دي عادة الدكتور منقز احنا ماشيين معاه بنفس العادة لا يذكر الناشر ولا الصفحة ولا تاريخ النشر ولا حتى اسم الكتاب الإنجليزي وحتى في قائمة المراجع بتاعته الكتاب ده مش موجود فأنت وأنا لو حابين ندور على اللي قاله ملمن هتطلع عنينا ليل نهار علشان نشوف مين ملمن ده كويس؟ لكن هو بيكلم ناس بتعتقد في ما يقوله إنه حق فهو يكتب اللي عايز يكتبه فبيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إنه هذا الكاتب اللي احنا ما نعرفش صفحة كام ولا كتب إيه ولا اسم كتابه بالإنجليزي إيه كويس؟ بيقول أن تنفيذ الحكم تنفيذ حكم الصلبة على الرب يسوع كان وقت الغلس يعني وقت إيه؟ بداية الظلام وإسدال ثوب الظلام طبعا لا الدكتور منكز عارف ولا يمكن ملمن عارف إنه ده ما كانش حقيق كفايس؟ فيستنتج من ذلك بص بقى الزكاء أنا معرفش مين اللي اداله الاقتباس ده حتى إنه هو يعني يكتبه فيستنتج من ذلك إن كان استبدال المسيح بأحد المجرمين الذين كانوا في سجون القدس يعني إيه؟ يعني رب يسوع مصلوب أنا معرفش هو بيقصد لأنه كان مصلوب ولا لسه ما تسلبش يعني معرفش الدكتور منكز بيقصدية هل هو قبل الصلب ولا بعد الصلب؟ هنفترض إنه هو قبل الصلب يعني الرب يسوع مصلوب يروحوا يجيبوا واحد مجرم من أرشاليم ده في الظلمة يروح يجيبوا واحد مجرم من أرشاليم ويستبدلوا بالمسيح نزلوا المسيح من على الصليب ويستبدلوا المجرم ده ويعلقواه على الصليب بدل المسيح فيه أوقات أكاذيب بتحتاج إيمان أقوى إنك تصدقها من الحقيقة ودي واحدة منهم كويس؟ الذين كانوا في سجون الكد منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم كما اعتقد بعض الطواف وصدقتهم الكرآن يعني الكرآن صدق الكلام ده إنه راحوا جابوا واحد مجرم من اليهود اللي كان محكم عليهم بالصليب أو بالموت وصلبوا مكان المسيح وخدوا المسيح ونزلوه عن الصليب أنهي عائل ممكن يقبل رواية زكرة أنهي عائل أنهي واحد عنده منطق أنهي واحد عنده يعني تفكير منطقي يقبل هذه الرواية لكن ده كلام ملمن هل فعلا ملمن قاله ما نعرفش ما نعرفش لأن الدكتور منقذ ما دناش أي حاجة إن كان ملمن قالي كلام ده ولا ما قالهوش ما نعرفش فلازم أدور لازم أنعبش فلقيت ملمن ولقيت واحد اسمه ملمان كويس كتابه اسمه The History of Christianity وبقدرة قادر تحول العنوان من تاريخ المسيحية إلى تاريخ الديانة النصرانية ما تعرفش إزاي بردو يعني الترجمة المفروض إنها تبقى ترجمة أمينة لكن هو ما فيش حاجة اسمها أمانة تاريخ المسيحية تحول إلى تاريخ الديانة النصرانية بالفكر الإسلامي مع إنه كتاب بيترجمه لكن أنا أعمل إيه فأصبح تاريخ المسيحية هو تاريخ الديانة النصرية وهذه الكتاب الكتاب موجود زي ما قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت في نهايتها والكتاب لأنه بقى له أكتر من مئة سنة مطبوع فأصبح public domain بمعنى أنه بتحط على النت على الويب سايدز الخاصة بالكتب القديمة وممكن الإنسان يرجع لهذا الكتاب وكتبه H.H. ملمان reverend أو الأسيس It's H.H. ملمان The History of Christianity طيب ندور في كتاب ملمان يمكن نلاقي العبارة دي طيب ندور فين؟ ندور في السيكشن اللي بيتكلم فيه على موت المسيح فنقعد نقلب على النت في الصفحات بتاعة الكتاب اللي موجودة لحد لما نوصل إلى السيكشن اللي بيتكلم فيه ملمان على موت يسوع والغريبة أنه أنا لقيت اقتباسين بيأكدوا بالزبط عكس اللي بيقوله الدكتور منكس ده لو هو بيقصد ملمان دو ده مش ملمان تاني واحد من دماغه كويس؟ وده على فكرة اللي بيعمله الدكتور منكس في كل اقتباساته يعني في كل مناظراته يجيب لك أسماء ويجيب لك اقتباسات ملهاش أساساً علاقة بالمكتوب وياخد الاقتباس أوقات من قارنته لمجرد أنه يطعن فيه وعارف أنه قدامه يمكن مش هيدور وراه بس الأسف يا دكتور منكس دي لعبة قديمة بيس؟ بيقول لنا ايه في الاقتباس دوان أنا أنا ممكن أحطه لحضراتكم بصورة شوية أكبر معلش أخرج برة كويس أخرج برة هنا وعندي هنا الإمكانية أن أنا أخد دوان فول سكرين وأكبره شوية آه حاضر آه وهعمل آه كي آه طب بما أنها مش آه مش ظهر عند آه 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 حلس كده هتظهر عند على الشاشة فلو كبرت الاقتباس اللي هو بيبدأ من عند ده مسايا ده السكشن اللي فيه بيكلم ملمن عن موت يسو فبيقول لنا ده مسايا المسيح ده امبرشيبل ده اترنال مسايا المسيح الابدي الذي لا يزول هاد قويلي ييلد أب ده جوست بمعنى إيه إنه أسلم الروح المسيح الاترنال على الصليب عندما صلب أسلم الروح طب ده بيأكد موته ولا ما بيأكدش موته ولا يمكن واحد تاني غير غير ده اللي هو المجرم اللي جابوه حطوه مكان ده طيب لو رحنا إلى جزء اقتباس آخر من نفس الكاتب من عند برضو ملمن كويس السلايدس اللي بعده وهاخد أكبره أخده فول سكريم وهكبره لحضراتكم سكيور سكيور ناو بي ده فيزيبل مارك أوف دي سوليش إنه الآن هو يعني علامات الموت علامات الترك by the bursting of his side بالطعن بالحرب في جنب by the bursting of his side تعنوا بالحرب في جنب واللي خرج منها from which the blood and water flow out اللي خرج منها مية ودم that Jesus was actually dead Jesus was actually dead يسوع المسيح يسوع بالحقيقة مات ده كتاب ملمان وإلا بقى هو يطلع لعلينا كده فيديو ويجيب لنا الاقتباس بتاع ملمان ويجيب لنا الصفحة كام عشان أعرف لكن أنا لما قريت عن كلام ملمان في the history of christianity والجزء الخاص بموت يسوع اكتشفت إن اللي بيقوله الدكتور مركز ملمان وده دي التقية صح ده الكذب في نصرة الإسلام بس بيجيب على مين بيجيب على على الناس البسيطة دي مصيبة طيب جزء آخر بقى جزء آخر خلصنا من الملمان وعرفنا إنه ملمان ما قالش كده راح لفين بقى راح لدائرة المعارف البريطانية وموجودة برضو دائرة المعارف في أي سرش هتلاقيها حضراتكم دائرة المعارف البريطانية وهو بيفكر أنا معتقد إنه دكتور منقز وهو بيكتب الحاجات دي ما بيفكر إنه في حد هيفتش وراء وهيدور وراء ولا واحد من المسلمين هيدور وراء الدكتور منقز لأنه غالبا مصداقيته بأنه بيهاجم المساعية مصداقيته عالية جدا لكن حظك الأخ وحيد اكتشف حاجات بلاوي كثيرة جدا في اقتباساتك حتى من أقوال الأباء وفي مناظراتك وفي كتبك اللي هيدور هيلاقي مش هيخلص مش هنخلص يقول لنا إيه بقى الدكتور منقز يستكمل الدكتور منقز طعنه في ترخيط صلب المسيح بذكر ما ذكرته الموسوعة البريطانية فيقول هو طبعا بيقول وتقول الموسوعة البريطانية طب تحت أنهي subject يا دكتور منقز العنوان ما هو الموسوعة البريطانية متقسمة إلى عنوين والعنوين متقسمة إلى حروف الأبجادية يعني حرف الألف كل الموضوعات اللي بتيجي تحت الألف حرف البي بتيجي كل الموضوعات اللي تحت البي فأنهي موضوع يا دكتور منقز ما بيذكر فأنا أتدور هل هو تحت موضوع الأناجيل أم تحت موضوع يسوع المسيح وبما أنه بيكلم عن يسوع المسيح فارحت عندي يسوع المسيح وأريت الجزء الخاص في المسوعة البريطانية اللي بيكلم عن يسوع المسيح بيقول لنا إيه بقى يقول لنا دكتور ده كلام الدكتور منقذ في صفحة 25 من كتاب هل افتدان المسيح على الصليب يقول وأخيرا نذكر بما ذكرته دائرة المعارف البريطانية كأنه مثلا كان دائرة المعارف البريطانية صفحة واحدة وليست أجزاء ضخمة كبيرة وليست موضوعات وليس لها صفحات ولا سيكشنز ولا حاجة هو مدام دائرة المعارف يبقى أكيد القارئ هيقول لك دي حاجة كويسة أوي ولا هيسأل على الصفحة ولا هيسأل على الموضوع يقول وأخيرا نذكر بما ذكرته دائرة المعارف البريطانية ماذا قالت يا دكتور منقذ دائرة المعارف البريطانية في موضوع روايات الصلب أوكي ده تحت أنهي عنوان أنهي سيكشن أنهي فوليوم صفحة كام لا 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 هو لو ذكر لك كده هيتكشف لو ذكر لك كده يبقى يبقى معظم الاقتباسات اللي حطتها دي مش هيحطها حيث جعلتها خلوا بالكو دائرة المعارف البريطانية جعلت موضوع روايات الصلب اقتنعت دائرة المعارف البريطانية اقتنعت من أن روايات صلب المسيح هي مثال للتزوير في الأنجيل طفين تم جبل الصفحة تم تقول لي القرينة بتاعة الكلام اللي تقال ده ايه أنا معنديش مشكلة أن دائرة المعارف تقول كده على فكرة أنا مش هاجمها ده رأيها بس فعلا هل هي قالت كده هل قالت نتيجة روايات الأنجيل الأربعة عن صلب المسيح هو مثال واضح للتزوير في الأنجيل هل قالت كده أنا دلوقتي قدام فكر أنا هقبل الفكر ده باللي بيقوله بس بس يكون صح بمعنى أن يكون اقتباق صح أنا أنا معنديش مشكلة مع دائرة المعارف البريطانية وعرفت أجوهات مشكلة دائرة المعارف البريطانية كأي سيكلر يعني دوائر معارف كويس فهي ليست دائرة معارف مسيحية يعني لكن هل هي فعلا قالت كده هل فعلا هذا هو الكونكلوجين اللي وصل إليه الإدتور اللي بيكتب عن الأنجيل وبيكتب عن صلب المسيح هل فعلا قال هذه العبارة هل هذا هو الكلام اللي أكدته دائرة المعارف البريطانية طب لو هو لو هو كده في صفحة كان لكن لا وأنا حطيت خمسمائة علامة استفهام خمسمائة علامة استفهام رجعت إلى دائرة المعارف البريطانية نشكر ربنا موجودة كويس وعالتدور وأدور تحت الأنجيل كالمصدر الأساسي للمعرفة عن شخص المسيح ورحت إلى سيكشن خاص في حياة المسيح اسمه sources for the life of Jesus مصادر عن حياة المسيح أو لحياة المسيح من أين نعرف عن حياة المسيح أي هو المصادر الأساسية اللي بيها بنعرف عن المسيح وقالت لنا هنا the only substantial sources أو خلينا ترجمها المصادر الجوهرية الوحيدة لحياة ورسالة يسوع هي أناجيل العهد الجديد دائرة المعارفة البريطانية بتقول أن المصادر الجوهرية الأساسية لحياة المسيح هي أناجيل العهد الجديد وأولها موركوس يليه متة ولوءة ويوحنة ويمكن العثور على بعض الأدلة الإضافية في رسائل بوليس قيامة عن السلب نجد في رسال بوليس التي كتبت بداية من عام خمسين وهي أقدم النصوص المسيحية الباقية أنا متفق مع ده لحد دلوقتي كلام جميل وبعدين دائرة المعارفة البريطانية كلمتنا أيضا عن الأناجيل المنحولة وأن الأناجيل المنحولة فيها كلام عن المسيح هذا الكلام هو كلام غير حقي وده اللي قالته في سلايد تاني هروح لهنا وأكبر لحضراتكم لحضراتكم الكلام ده غالبا الدكتور منقذ خد اللي بتقوله دائرة المعارفة البريطانية عن الأناجيل المنحولة ونسبه للأناجيل الأربعة وده يا إما ناتج عن سوق ترجمة أو سوق نية واحدة من الاثنين يا سوق ترجمة يا سوق نية النص دو اللي بتكلم فيه عن الأناجيل المنحولة وكمصادر بتعلمنا عن المسيح بيقول كده بيقول لنا من أول أنهار الجزء الأخير لأنه ده هو الكونكلوشن لو هو ده يعني القصد الدكتور منقذ بمعنى كما هو الحال في إنجيل توما له منحول التقليد الموجود في الأناجيل المنحولة يختلف تماما عن الأناجيل الأخرى اللي هي الاناجيل القانونية الأربعة فما نقرأه في الأناجيل المنحولة عن يسوع لا نجده في الأناجيل القانونية الأربعة وبعدين الكاتب بيصل إلى وقد تم وضعها وضعي وضع هذا التقليد في الأناجيل المنحولة وقد تم وضعها في وثائق التي هي الأنجيل المنحولة أبوكاليبتك جاسبلز ويعتقد عموما أنها غير موثوقة يبقى الأنجيل المنحولة هي الغير موثوقة هي المزيفة تاخد اقتباس زي كده وتروح مطبعه على الأنجيل الأربعة ده اسمه غش وخداع وتزهيف طيب خلص الجزء ده نرجع إلى الباور بوينت بتاعتنا العادية بس أرجع للباور بوينت العادية أبس حبيت أورد لحضراتكم لحضراتكم قدي إيه أنه الكلام اللي بيجيبه الدكتور منقذ ملهوش أساس يا أما يا أما التيم اللي بيشتغل معاه غير أمين كويس وبيدي له حاجاته هو معتقد أنها صح وبيورته ياما هو مديهم الإرشادات على أنهم يبقوا غير أمناء في اقتباساتهم يعمل الدكتور منقذ بها ما هو عنده ورطة هو في ورطة كبيرة ورطة إيه أوكي سيبك من الأنجيل هل ذكرى في مصادر أخرى غير مسيحية صلب المسيح؟ أنت مش قابل الأنجيل الأربعة ومش قابل المئات الأدلة اللي موجودة في الأنجيل الأربعة هل ممكن تقبل المصادر الغير مسيحية اليهودية أو اليونانية رومانية اللي فيها أيضا ذكر للمسيح المسلوب هنا بقى يجي الدكتور منقذ قدام ورطة تانية يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ فيطعن في مصداقية شهادات المؤرخين اليهود والرومان ما هو أي حاجة زي ما قلت هتتعارض مع الإسلام هيرفض هو الغرض الأساسي بتاعه هو نصرة الإسلام حتى لو كان النص القرآني غير صحيح هو لن يقبل بأي أدلة مهما كانت لكنه يقبل نص بدون أدلة لأنه مقتنع به هو هيلغي العقل والمنطق على جنب وهيرفض كل دليل ممكن نقدمه لي مقابل أنه يقبل نص بدون دليل فيعمل الدكتور منقذ زي ما طعن في كتاب معدس يطعن أيضا فين؟ في شهادات المؤرخين اليهود نحن تكلمنا عن حلقات عن الجزء دوان كتير فنيجي عند يوسيفوس ماذا يقول الدكتور منقذ عن يوسيفوس؟ هو طبعا لا يقدم لنا أي نبزة عن يوسيفوس ما يقول لناش هو مين؟ ولا كتابين وكالعادة حضراتكم عارفين لا هيقول لنا الصفحة ولا اسم الكتاب ولا أي حاجة يقول وأما إجماع اليهود هو يعلم أن اليهود مجمعين على حقيقة أن المسيح صلب لكنه هيطعن في إجماع اليهود وأما إجماع اليهود فهو أيضا لا يصح القول به يعني أنت جاي بدون أدلة وجاي لتطعن في إجماع اليهود على صلب المسيح يذكرني بموقفي مسرحية لمحمد صبحي اللي كان طويل والرجل القصير اللي يقول له ما تقدرش يقول له أنت مش باصص على نفسك ولا أيه يقول له برضو ما تقدرش بالزبط كده هو جاي ما عندهش أي دليل وجاي يطعن في الإجماع المسيحي والإجماع اليهودي اللي عندهم اللي اتنين أدلة كثيرة ولك وأما إجماع اليهود فهو أيضا لا يصح القول به وما اليصح إيه؟ يصح القول بالرواية الإسلامية إذ أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس كويس المعاصر للمسيح برضو كويس والذي كتب تاريخه سنة 71 مش كويس لأنه ما كتبش تاريخه سنة 71 سنة 70 دي كان خرب أرشالين كويس أمام طايتوس مين طايتوس ده؟ أول مرة أسمع عن طايتوس بجد أنا معرفهوش هل في واحد حاكم روماني قيصر كان يسمه طايتوس؟ ما عرفش هل بيقصد تيتوس؟ الروماني؟ اللي دمر أرشالين كان قائد الجيش وقتها ما كانش قايصر؟ يمكن بس برضو حولها من تيتوس إلى تايتوس لم يذكر شيئا عن قتل المسيح وصلبه يوسيفوس خلو بالكو اللي كان معاصر للمسيح اللي بحسب رأي الدكتور مونكس كتب سنة 71 لم يذكر شيئا عن قتل المسيح وصلبه لحد كده هنقف لأنه اللي جاي زي ما احنا بنقول زود الطينة بلا ماشي يقول ايه؟ أما تلك السطور القليلة يعني هو ذكر هو ذكر ولا ما ذكر شيئا؟ يعني في كتابه في حاجة أما تلك السطور القليلة التي تحدثت عن قتل المسيح وصلبه فهي إلحاقات نصرانية كما جزم بذلك المحققون مين هم دول تم تقول لي لستة قل لي فلان وفلان 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 وقل لي في الكتاب الفلاني صفحة كذا وفي الكتاب الفلاني صفحة كذا وفي الكتاب الفلاني صفحة كذا مين المحققون دول؟ يمكن بتتكلم عن نفسك بصيغة الجم على أنك محقق أنا مش فاهم أنا لما أقرأ كتاب زي كده ويقول لي بأسلوب علمي وموضوعي لا أرى العلمية ولا أرى الموضوعية كما جزم بذلك المحققون وقالوا هلو بالكم بأنها ترجع للقرن السادس عشر وأنها لم تكن في النسخ القديمة طيب فين النسخ القديمة طيب تجيب لينا نسخة قديمة وتقارنها بالنسخة الجديدة اللي أنت بتقتنع أنها موجودة طيب تجيب لينا نسخة من كتابات يوسيفوس قبل ما الأشرار دول كويس اللي هم المسيحيين النصرانيين دخلوا جزء عن المسيح فيها دخلوا بالكم هو بيعملي هو الأول بيوهمك أنه 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 تيتوس سوري يوسيفوس ما كتبش وبعدين أنت هتقول له لا بس أنا في فقرة أنا سمعت أنه في فقرة اتكلم فيها يوسيفوس عن المسيح بيروح يقول لك آه بس الفقرة دي اللي اتكلم فيها عن المسيح اللي بقالك دي مش بتاعة يوسيفوس دي دخلها المسيحيين في القرن السادس عشر الميلادي يعني بعد ألف وستمائة سنة دخلوها في كتاب يوسيفوس وده مختلف عن النسخة الأصلية دون أنه يقدم النسخة الأصلية أو أي حاجة فتقول له إزاي دوا لا أنا مش مصدق كلامك أنا أفترض أنه فيه واحد بيسمع اللي بيقوله الدكتور منكس وبيرد عليه بيقوله لا بس كلامك غير حقيقي لا كلامك غير حقيقي ده فيه نص كامل بيتكلم فيه يوسيفوس عن المسيح فيروح ردد عليك بالفقرة الثالثة في صفحة ستة وعشرين من كتابه الفقرة الثالثة بقى إيه؟ فقرة مضحكة ولو صح أنها أصلية خلو بالكم الكلام يعني الأول قال لك ما كتبش وبعدين قال لك إيه؟ لا الفقرة لو وجدنا وفيه فقرة يبقى ما كتابهاش كويس؟ وبعدين لما تقوله لا أنا مقتنع أنها فيه فقرة وموجودة في كتب يوسيفوس عن المسيح يقولك طيب بس لو صح أنها أصلية فإن الخلاب بيننا وبين النصارى وغيرهم قائم في تحقيق شخصية المسلوب يعني آه فيه واحد صلب بس من هو اللي صلب؟ ده هو نقطة الخلاب بيننا وبين المسيحيين هيقولك كتا هتقوله يعني فيه نص يعني يوسيفوس كتب حاجة عن عن المسلوب يقولك آه ولو صح يبقى اللي بيقوله يوسيفوس عن المسلوب يبقى نقطة الخلاب بيننا وبين المسيحيين هي في شخصية المسلوب وليس في وقوح حديثة الصلب شفتوا إلى أي مدى الورطة اللي فيها الدكتور منكز وغيره شفتوا إلى أي مدى هو هيخترق أكاذيب ليس إلا لنصرة الإسلام وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وهذا حال اليهود والنصارى فيه يعني أنت اعترفت في النص ده أنه في نص يعني كلامك الأولاني ده كان كذب العبارة الأولانية دي كانت كذب أنت كاتب دوان في صفحة واحدة وكأنك كأنك متوقع اللي بيقرأ شوية هيشغل مخه ويقولك لا بس أنا قريت أنه فيه نص تقول آه النص ده دخلوا النصارى الوحشين بس هو مش أصيل يقولك لا بس هو أصيل تقوله حتى لو هو أصيل نوطة الخلاف هي ليس في حادثة الصلب بل في شخصية المسلوب يا السلام التقية دي علمتكو أشياء يعني للأسف شريرة يوسيفوس المؤرخ اليهودي اللي ما عرفش فينا يوسيفوس أكلم عنه دكتور منكز هو ولد هو اسمه يوسيفوس ابن ماتياس في أورشالين ولد سنة 37 ميلادية يعني غالبا بعد أربع سنين من صلب المسيح وولد من عائلة أورستوكراطية كهنوتية كبيرة انضم إلى تنظيم مناهد للحكم الروماني المستعمر وعين قائدا عسكرية لمنطقة الجليل سنة 66 كمان أثناء فترة الحرب بين اليهود والرومان دي فترة استمرت حتى سقطت أورشالين سنة 70 ميلادية وقبل سقوط مدينة أورشالين سنة 70 خدم يوسيفوس الرومان وأصبح كاتبا ومترجما لدى الإمبراطور فلافيان فاسبيستيان وابن تيتوس وكذلك دوميتيان حيث تبناه القيصر فأصبح اسمه فلافيوس يوسيفوس كتب يوسيفوس في سنة 90 وليس سنة 71 عدة مؤلفات من أهمها الحرب اليهودية The Jewish War وتراث اليهود The antiquity of the Jew في الكتاب الأول تناول يوسيفوس سيرته الشخصية وتحدث عن تاريخ اليهود من زمن المكابيين سنة 167 قبل الميلاد وحتى سقوط أورشالين سنة 70 ميلادياً أما كتابه الثاني تراث اليهود The antiquity of the Jew فقد شمل تاريخ اليهود منذ بدايته كما هو مسجل في سفر التكوين وحتى نهاية أورشالين وضمارها على يد الرومان سنة 70 طيب ماذا قال يوسيفوس في كتابه تراث اليهود The antiquity of the Jews تحدث يوسيفوس عن يسوع المسيح مرتين وتحدث عن يحن المعمدان مرة واحدة إن شهادة يوسيفوس عن يسوع يطلق عليها اسم Testimonium Flavnium أي الشهادة الفلافية ماذا قال يوسيفوس عن يسوع قال يوسيفوس وفي ذلك الوقت كان يسوع الرجل الحكيم إذا صح أنا ندعوه رجلا أو إنسانا كان قد عمل أعمالا عظيمة وكان معلما لأناس قبل الحق بفرح فجذب إليه كثيرين من اليهود وكثيرين من اليونانيين كان هو المسيح أو المسيح بحسب اعتقادهم يعني غير أن بيلاتوس البنطي غير أن بيلاتوس البنطي حكم عليه بالصلب بناء على طلب قدمه قادة اليهود الذين اتهموا فحكم عليه بالموت صلبا أما الذين أحبوه قبلا فلم يتخلوا عن حبهم له وفي اليوم الثالث ظهر لهم حيا لأن أنبياء الله قد تنبأوا عن هذه الأشياء وأشياء أخرى كثيرة وإلى هذا اليوم لم تندسر طائفة المسيحيين التي سميت على اسمهم أخذ مدخلة وارجع على هذه الشهادة الأخ سعيد ألو ألو أخ سعيد سمعني غالبا يا إما فيه صوت هوا جامل أخ سعيد أيوة أخ سعيد معاك سلام المسيح سلام المسيح أخ سعيد أنت المنطقة الوقف فيها والحطة الوقف فيها فيها هوا طيار هوا كده حواليك لا يوجد شوية الرياح أيوة ما هي الرياح دي أعمل شوية صوت أصدق في التليفون نعم الآن سامعني كويس الآن كويس تفضل عندي تعريق حول الموضوع تفضل مشكلة الشيوخ المسلمين وكعادتهم دائما يجادلون في قضية صلب المسيح بدون دليل كما العادة يعني دائما تجدهم يعني يقول لك ما صلبوش وما كذا وما كذا لكن عندما يعني تقول له يعطيني الدليل يعني يعطيك الشهود العيان والنبوءات كل شيء يتجاهل ويريد أن يستشد بآية واحدة من القرآن يعتمد عليها هذا حقي أنا أقول لشيوف الإسلام قبل أن تخوضوا في موضوع صلب المسيح أولا أثبتوا لنا أن الإسلام من عند الله أولا أثبتوا لنا أن هذه الآية التي موجودة في القرآن هي كلام الله وأن محمد رسول الله يعني مش أنت أولا أثبت لنا أن دينك صح قبل أن تخوض في موضوع الصلب أخ سعيد أفهم من كلامك أن أنت عابر صح نعم إيه اللي خلاك تترك الإسلام وتقبل المسيح يسوع الإسلام المشكلة في القرآن والأحاديث القرآن كله مليء بالتعديدات ويعدد كل العالم يهدد المسيحيين ويهدد اليهود ويهدد العابدين من الأصناع ويهدد حتى المسلمين نفسهم يهددهم يعني إذا لم تؤمنوا به فجعلنا موعدكم أجمعين ويهدد أيضا يهدد زوجات النبي رسول الإسلام يهددهم يقول لهم وإن تأتي من كن بفاحشة فلا أضعفين من العداد ويهدد محمد في آية يهدد محمد لأن محمد كان بدأ يميل إلى المسيحية ويهدد ويقول له إذا أدقناك ضعف الحياة وضعف الممات هذا أولا كثرة التغديد في القرآن كثيرة جدا الشيء الثاني أنه يفضل الناس يفضل البعض على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية يوجد آية في القرآن تقول وفضلنا بعضكم على بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية يعني كيف الشيوخ يفسروا لنا هذه الآية كيف أنه يفضل واحد على واحد لكي يتخذوا بعضا سخرية يعني ليش؟ لماذا؟ لماذا أنت يا إله تريد أن واحد يسخر من الثاني؟ كثير من الأشياء يعني إذا أردت أن أتكلم عن سبب تركي للإسلام لن تكفيني ساعة ولا ساعتين شكرا لك يا أخ سعيد شكرا يا دكتور شكرا لك والرب يباركك آمين أتمنى يا دكتور أيوة معيك حليم طد أمنيتي هي القيام بالمعمودية على يديك أنت شخصيا ده يشرفني شكرا لك دكتور شكرا على الحلقة وأتمنى أنك في الحلقات الجاية القادمة أن تتناول مواضيع إسلامية وأن تكشف أكاديم القرآن والأحاديث آمين ربنا يبركك ويستخدمك ويحافظ عليك أخويا سعيد نعم وأنا أنتضر مكالمتك مرة أخرى ونتواصل إن شاء الله أكيد أكيد بكل تأكيد الرب معاك مع السلامة أخي دكتور باي باي نشكر الرب لأجل عمله الرب لا يترك نفسه بلا شاهد وفي ناس كتيرة بتعرف المسيح وبتتغير وصلاتنا مش بس لي آه الأخ سعيد وغيره لكن صلاتنا كمان تمتد إلى الدكتور منقز وكل من آه يعني كل من قد أعمى إبليس عيونهم لكي ما يروا شخص المسيح على حقيقته لأنه الوحيد اللي بيغير القلب والفكر والحياة والأبدية كلها هو شخص المسيح شهادة يوسيفوس ما عريف الوقت مش هيسعيفنا بردو كتير ودي موجودة فين يا دكتور منقز الشهادة دي موجودة في Antiquities of the Jews في الـ section 18 وفي صفحة 116 يعني جاب لك الصفحة تقدر تراجع ورايا اللي مكتوب عن يسوع المسيح طبعا حضرتك بتطعن في بتقول لا 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 الفقرة دي أو الجملة دي دخلوها النصارى في كتابات يوسيفوس وأنا هقول لحضرتك إنه ده ما ينفعش لعدة أسباب من نفس الفقرة دي كويس من الإسلوب اللي كتبوا يوسيفوس عند المسيح أول حاجة يلقب في هذا النص المسيح بالرجل الحكيم من الصعب جدا إن احنا نجد هذا اللقب في الكتابات المسيحية أو في حياة المسيحيين الأوائل ما فيش واحد مسيحي لقب المسيح فقط بالرجل الحكيم ده وايز ما كويس هذا تعبير يهودي هذا تعبير يهودي يطلق على المعلمين اليهود فالمسيحيين يلقبون المسيح بالرب أو المخلص وده اللي نجده في تاريخ الكنيسة وده اللي نجده في أعمال الرسل وده اللي نجده في عبارات وكلمات حتى نقوشات القرن الأول اللي بنجدها بتعكس حياة المسيحيين لكن يوسيف استخدم هذا اللقب لقب الرجل الحكيم في وصفه لسليمان ولدانيال وصف سليمان وصف دانيال بالرجل الحكيم ولهذا فلقب الرجل الحكيم وصف خاص بيوسيفوس لو واحد مسيحي ما كانش كتب أن المسيح يلقب أو يطلق عليه الرجل الحكيم أو يستخدم هذا اللقب لوصف المسيح لكنه ده وصف يهودي بحت السبب التاني وصف يوسيفوس ليسوع بأنه عمل أعمالا عظيمة a worker of amazing deeds وعلى فكرة العبارة دي باللغة بتاعتها اليونانية قد يبدو الوصف دو بالنسبة لنا إيجابيا على المسيح عمل أعمالا عظيما لكنه الجملة أيضا ممكن تستخدم لتترجم على أنها أعمال مثيرة للجدل والغرض منها هو أن يقول أن يسوع كان يشاع عنه أنه عمل أعمالا عظيما زي ما اليهود قالوا عنه أنك ببعليزابول بتخرج الشياطين الدليل الثالث يا دكتور منقز أنها عبارة أصيلة أن المسيح كان معلما لأناس قبل تعليمه بفرح ده كما يقول لنا يوسيفوس عبارة لا نجدها أو لا نجد لها مثيلا في الكتابات المسيحية أبدا تجداش في أي كتابات مسيحية لا في القانون الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا تلاقي واحد مسيحي كتب هذه العبارة أن المسيح كان معلما لأناس قبل تعليمه بفرح عبارة أما الذين أحبوه قبلا فلم يتخلوا عن حبهم له تعكس أسلوب يوسيفوس في الكتابة ويقصد منها أن المسيحية استمرت بعد موت مؤسسها استمر الإيمان المسيحي حتى بعد موت المسيح كلمة قبيلة لاستخدمها يوسيفوس لوصف المسيحيين أن قبيلة المسيحيين موجودة إلى هذا الوقت هذا اللفظ قبيلة أو طائفة تعبير أو وصف غريب جدا للمسيحيين في عمالة الرسل نجد أنه وصف المؤمنين بالمسيح مسيحيين كويس لكن عمرهم وصف على أنهم قبيلة أو طائفة في الكتابة المعدس فأتباع المسيح وصف أنفسهم بأنهم مسيحيين أو مؤمنين لكن ليسوا قبيلة أو طائفة فهذه الكلمة تعكس الفكر اليهودي وليس الفكر المسيحي يا دكتور مونكس يقول أتباع وقالوا عنه أنه هو المسيح كويس وبعدين بقى الجميل هنا تم الحكم عليه على عهد بلاتوس البنطي تم الحكم عليه على عهد بلاتوس البنطي دي تتماشى مع إيه تتماشى مع إنجيل متة مع إنجيل مرؤس مع إنجيل لؤة مع إنجيل يوحن تتماشى مع التاريخ تتماشى مع حقيقة تاريخية أن المسيح تم الحكم عليه على عهد بلاتوس البنطي حقيقة تاريخية وضحة وضوح الشمس يسوع له أخ اسم يعقوب حكم أيضا بموته حكم أيضا بموته رئيس الكهنة سنة 62 طائفة قبيلة المسيحين لم تمت بل ظلت وقت كتابة يوسيفس سنة 90 وأن هذه القبيلة أو الطائفة ما زالت مستمرة في وقت كتابة يوسيفس وأن المسيحين ما زالوا موجودين في وقت كتابة يوسيفس لكتاباته فهي ليست شهادة مسيحية دخلها المسيحيون في القرن الستاشر كما تقول ممكن تطعن فيها من حقك بس من حقك أيضا أن أنت لما تطعن تبقى تطعن بأسلوب أكاديمي ببراهين بأدلة من حقك تقول أنا ما قبلهاش ولو صحت حتى لو صحت زي ما أنت قلت يبقى المشكلة ليست مع حادثة الصلب من الناحية التاريخية لكن مشكلتي هي مع شخصية المسلوب هل هو المسيح أم غيره يا دكتور منقذ نفس العبارة اللي قالها الرب اللي بقول صعب عليك أن ترفس مناخذ أنا بقولها لك هنا الأدلة كثيرة يا دكتور منقذ من جوه الكتاب ومن برا الكتاب ولا يمكن أبدا للمخلوق ما أنه يقدر أنه يمحي حقيقة هذا الحدث التاريخي الذي هو أساس إيماننا المسيحي أن المسيح مات ودفن وأن المسيح قام وظهر إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون ترجمة نانسي قنقر